يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على حسين ونحره الدامي وصدره الضامي سلام عليكم جميعا زيارة الأربعين قراءة زهرائية بامتياز الحلقة السابعة أين معزون أولياء أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفاتح وناشروا راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربل أين المنصور أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى لازلنا في قراءتنا الزهرائية لزيارة الأربعين لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام كي أنتفع من الوقت المتوفر لدي إلا أنني أذهب إلى ما ذكرته وتحدثت عنه في آخر الحلقة الماضية لأجل أن يتواصل الحديث قرأت عليكم من الباب السادس والعشرين من كامل الزيارات لابن قولوي إنه الحديث السادس قرأت بعضا من جمله وعبائره بسنده بسند ابن قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة وطبعة هذه طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران بسنده عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يا زرارة يا زرارة إن السماء بكت على الحسين أربعين صباحاً بالدم وإن الأرض بكت أربعين صباحاً بالسوات وإن الشمس بكت أربعين صباحاً بالكسوف والحمرة وإن الجبال تقطعت وانتثرت وإن البحار تفجرت وإن الملائكة بكت أربعين صباحاً على الحسين الحديث طويل هذه الجمل الوجيزة تخبرنا عن أن الأربعين لا يصنف في الحوادث التاريخية العادية فهذا المنطق يخبرنا عن أن واقعة الأربعين حقيقة من حقائق ديننا وهذه الحقيقة ليست كلاماً يقال هناك أثر تكويني يحدثنا عنه إمامنا الصادق فواقعة الأربعين ما هي بحكاية تحكى هذه الواقعة لها ظاهرها ولها باطنها ظاهرها حكاية تحكى لكن باطنها هو هذا الذي يحدثنا عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قطعاً 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 الحديث هنا وفقاً لقواعد المدارات دقيق النظر في هذه الكلمات الإمام يقول لزرارة يا زرارة إن السماء بكت على الحسين أربعين صباحاً بالدم وإن الأرض بكت أربعين صباحاً بالسواد وإن الشمس بكت أربعين صباحاً بالكسوف والحمرة وإن الملائكة بكت أربعين صباحاً على الحسين الصباح الأول هو صباح الحادي عشر ولذا فإن الأربعين تكتمل في العشرين من صفار الأمر واضح ودقيق في الوقت نفسه وهذا المضمون يتكرر جلياً في زياراتهم في رواياتهم وأحاديثهم التي تدور مضامينها حول سيد الشهداء صلوات الله عليه وحول نهضته وحول ظلامته وحول مشروعه العظيم إذا ما ذهبت إلى مفاتيح الجنان للمحدث القمي والكتاب متوفر لديكم الزيارة المطلقة الأولى بحسب تبويب مفاتيح الجنان وهي منقولة عن الكاف الشريف مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا نقرأ فيها وهي من أهم نصوص الزيارات الحسينية المطلقة وتعرفون من أن الزيارات المطلقة هي الزيارات التي يزار بها في كل زمان وفي كل مكان وليست مخصوصة بزمان معين وليست مخصوصة بالكون في الحائر الحسيني عند القبر الشريف نخاطب سيد الشهداء في هذه الزيارة ونقول مثل ما علمنا إمامنا الصادق صلوات الله عليه أشهد أن دمك سكن في الخلط واخشعرت له أضلة العرش وبكى له جميع الخلائق الأمر ما هو بحدث تأريخي هذا حدث إلهي هذا برنامج رباني شاء الله أن يراك قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا مثل ما مر هذا الكلام علينا في الحلقات المتقدمة أشهد أن دمك سكن في الخلط ما هو بحدث تأريخي هذا حدث إلهي هذا برنامج رباني وهذه ملامحه إنها أجزاء صغيرة من ملامح هذا الحدث الإلهي وهذا البرنامج الرباني بينت لنا في نصوص الزيارات وفقا لقواعد المدارات أشهد أن دمك سكن في الخلط وقشعرت له أضلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأراضون السبع هناك البكاء الذي ينتمي ينتمي إلى الجزء الأربعين من البرنامج العاشراء وهو الذي استمر أربعين صباحا وهناك البكاء الدائم هناك البكاء الخالد الزيارة هنا تشير إلى هاتين المرتبتين من البكاء إذا أردنا أن نشرح هذه الجمل فلابد أن نعود إلى النصوص الأخرى فإن النصوص الأخرى منها ما تحدث عن الأربعين صباحا ومنها ما تحدث عن البكاء الخالد هكذا نخاطب سيد الشهداء أشهد أن دمك سكن في الخلد فمن جملة آثار ذلك البكاء الخالد في هذا الوجود والذي تتحدث عنه هذه الزيارة الشريفة أشهد أن دمك سكن في الخلد وقشعرت له أضلة العرش وبكى له جميع الخلائق هذا البكاء الخالد وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى ثم تبين الزيارة لما كل هذا أشهد أنك حجة الله وابن حجته وأشهد أنك قتيل الله وابن قتيله وأشهد أنك ثار الله وابن ثاره فأنت الحجة وأنت الذي قتلت في محراب الله وأنت أنت وأنت أنت الذي دمه دم الله صار دمك يا حسين دم الله ولذا فأنت ثار الله وأشهد أنك ثار الله وابن ثاره وأشهد أنك وطر الله الموتور في السماوات والأرض هذا المضمون يتكرر واضحا وجليا جدا في الزيارات الحسينية الشريفة هذا المضمون يخبرنا يخبرنا عن حقائق الدين في ظواهرها وبواطنها إذا ما جمعنا بين كل هذه المعطيات وإذا ما رجعنا إلى المعطيات المتقدمة الذكر في الحلقتين المتقدمتين فإن صورة ستكون أجلا وأجلا وأجلا في الزيارة الجامعة الكبيرة وهي دستورنا العقائدي البليغ الكامل نخاطبهم عموما ونخاطب سيد الشهداء خصوصا لأن البرنامج منعقد لأجله صلوات الله عليه هنا الزائر يخبر عن مضمون نفسه مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم مؤمن بسركم وعلانيتكم تارة يقع التعبير بهذه الصيغة وتارة يقع التعبير بظاهركم وباطنكم فالظاهر هو العلن والباطن هو السر وهذه بديهيات ثقافة العترة الطاهرة في زيارة الأربعين في النص المروي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام ماذا قال صفوان الجمال يقول قال لي مولاي الصادق صلوات الله عليه في زيارة الأربعين قال لي مولاي الصادق صلوات الله عليه في زيارة الأربعين تزور عند ارتفاع النهار فزيارة الأربعين زيارة نهارية ويتحقق معناها في نهار العشرين من صفر إمامنا الصادق يقول لصفوان في زيارة الأربعين تزور عند ارتفاع النهار وتقول وتبدأ الزيارة الشريفة السلام على ولي الله وحبيبه وتستمر عبائر الزيارة إلى أن نقول في هذه الزيارة نخاطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه فمعكم معكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وهذا النص إذا أردنا أن نجمعه مع النصوص المتقدمة التي ذكرت الأرواح والأجساد وهي تشير وهي تشير إلى كمال الأجساد المتفونة صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم فديننا مبني على الإيمان بالظاهر والباطن وكل حقائق الدين لها ظاهر ولها باطن هذا ما جاء في زيارة الجامعة الكبيرة وجاء في زيارة الأربعين وهي زيارة مخصوصة في وقت معين وما جاء أيضا في زيارة التي نعرفها بزيارة وارث وهي زيارة مطلقة وكل ذلك قرأته عليكم ولازلت أقرأ من مفاتيح الجنان في زيارة وارث نخاطب سيد الشهداء صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم إنما يكتمل الإيمان حينما نؤمن بكل ظاهرهم وبكل باطنهم هذا هو الإيمان الحقيقي بحقائق الدين ومعالم العقيدة أن نؤمن بكل ظواهر الدين وفي الوقت نفسه فإننا نؤمن بكل بواطن الدين فما من ظاهر إلا وله باطن وما من باطن إلا وله ظاهر والإيمان إيمان بظاهر وباطن وهذا ما تؤكد عليه كلماتهم وزياراتهم نذهب إلى فاصل مر علينا في الحلقات المتقدمة من أن هذا العنوان حين نطلقه الزيارة الأربعين يشير إلى أولا عبادة عبادة بكل مناسكها وطقوسها إنها الزيارة نفسها التي يتجلى جوهرها في شرطها الأكبر أن يكون الزائر عارفا بحق الحسين من زار قبره عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر النصوص واضحة في هذا المعنى وفي هذا المضمون أولا عبادة واضحة شرطها الأكبر أن يكون الزائر عارفا بحقه صلوات الله عليه ثانيا زيارة الأربعين تشير إلى الجزء الثاني من البرنامج العاشراء العاشر من المحرم عاشراء الحسين والعشرون من صفر عاشراء السجاد والعقيلة وأسار آل محمد ثالثا زيارة الأربعين وخصوصا في أيامنا وخصوصا في أيامنا تجلى هذا المعنى تجلى بأوضح صورة زيارة الأربعين لا يعني أن هذا المعنى ليس متوفرا فيما مر من الزمان لكنه تجلى في زماننا بنحو لا مثيل له في كل القرون الماضية صارت زيارة الأربعين واجهة واضحة من واجهات الحاضنة الحسينية المهدوية هذا هو مضمون هذا العنوان حينما نتحدث عن زيارة الأربعين نتحدث عن يوم الأربعين نتحدث عن وقائع الأربعين التي يلخصها هذا العنوان يلخصها هذا العنوان زيارة الأربعين كما قلت فإن الزيارة في بعدها العبادي شرطها الأكبر أن يكون الزائر عارفا بحق الحسين هذا الموضوع إذا أراد أحد أن يدخل في تفاصيله فعليه أن يعود إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك وهي جزء من برنامج الخاتمة الذي هو جزء من برنامج ملف الكتاب والعترة في تلك الحلقات سيجد الباحث عن هذا الموضوع الكثير والكثير من التفاصيل التي لا مجال لسردها وذكرها في هذه العجالة وفي هذا الوجيز من الوقت لكنني سأشير إشارة مقتضبة فالزائر الذي يريده محمد وآل محمد صلوات الله عليهم هو الزائر العارف بحق المزور هذا هو الزائر الذي سيحظى بنظرة لطف من إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه وهنا لابد أن نقول حديثنا عن سيد الشهداء وهو هو حديث عنهم لكن البرنامج معنون بعنوانه صلوات الله عليه الحسين له مقام ظاهر وله مقام باطن فنحن هكذا خاطبناه في نص زيارة الأربع وفي نص زيارة وارث من أننا نؤمن بظاهره وباطنه إيماننا بظاهره وباطنه هل يعني أننا ندرك حقائق ظاهره وحقائق باطنه الجواب يأتينا عبر هذا العرض الموجس من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة القرآن الذي هو المصحف المصحف الشريف الذي هو القرآن إنه صورة خطية لفظية لفظية صامتة لمحمد وآل محمد الكتاب الإلهي الناطق محمد وآل محمد والقرآن الذي يظهر في المصحف هو هو هذا الكتاب الإلهي الصامت صورة صامتة عن المصدر الأصل الذي هو الكتاب الناطق فهناك كتاب إلهي صامت وهو المصحف وهناك كتاب إلهي ناطق وهو الإمام المعصوم في زماننا الحجة بن الحسن العسكري بحسب البرنامج فإن الحديث عن الحسين فإن الكتاب الناطق بحسب موضوع هذا البرنامج هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه إذا رجعنا إلى الصورة الصامتة ماذا تقول القرآن يخبرنا عن نفسه بنفسه في سورة الزخرف في الآية الثالثة بعد البسملة والتي بعدها إنا جعلناه قرآنا عربية هذه هي الصيغة المقروئة الصيغة المكتوبة الصيغة الملفوظة الصيغة المحفوظة في الصدور إن جعلناه قرآن عربية عملية جعل هذا مقام ظاهري للقرآن لعلكم تعقلون ماذا تريد أن تقول هذه الآية الآية تخبرنا من أن البناء اللفظية الذي يظهر لنا في المصحف هذا البناء يمثل صورة ظاهرية ومع ذلك فإن القرآن يخبرنا بأن بأننا قد نوفق للتواصل معه وقد لا نوفق هكذا قالت الآية لعلكم لعلكم تعقلون لعلكم توفقون للتواصل مع ظاهر القرآن وربما لا توفقون فإذا كان حالنا هذا مع ظاهر الصورة الصامتة هذا يعني أننا لا نستطيع أن نتواصل من البداية وبنحو مطلق مع الصورة الباطنة لهذا المصحف فإذا كانت الصورة الصامتة نحن لا نستطيع أصلا أن نتواصل مع باطنها أما مع ظاهرها يمكننا أن نتواصل وربما لا نوفق لذلك هذه الآيات واضحة إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لعلكم ربما توفقون وربما لا توفقون وإنه وإن القرآن هذا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم الصورة الباطنة لهذا المصحف لن نستطيع أن نتواصل معها لأننا لا نملك طريقا إلى أم الكتاب الصورة الباطنة مخزونة في أم الكتاب ولا طريق عندنا إلى أم الكتاب إنها عوالم الغيب عوالم الغيب التي فيما بيننا وبينها حجب وحجب 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 منها حجب نورانية ومنها حجب ظلمانية ومنها ومنها إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فظاهر المصحف يمكننا أن نتواصل معه وربما لا نستطيع الأمر راجع إلى التوفيق وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذه الحقائق العلية لن نستطيع أن نتواصل معها لأنها مخزونة في أم الكتاب ولا طريق عندنا إلى أم الكتاب طريقنا مع هذا البناء اللغوي مع هذا البناء اللفظي ويمكن أن ننجح ويمكن أن نفشل إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ماذا نقرأ في أحاديثهم تعالوا معي تعالوا معي كي نقرأ في أحاديثهم التي تتناول في مضمونها الصورة الصامتة من الكتاب الإلهي مثل ما بينت لكم قبل قليل هناك الكتاب الإلهي الناطق محمد وآل محمد الأئمة المعصومون الأربعة عشر وهناك الكتاب الإلهي الصامت وهو المصحف والمصحف أخبرنا عن نفسه إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لعلكم يمكن أن نوفق ويمكن أن لا نوفق أقرأ عليكم من تفسير العياشي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية العياشي كان معاصرا للكلين والكلين توفي سنة 328 للهجرة هذه طبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الجزء الأول في صفحة الثانية والعشرين إنه الحديث الثاني عن جابر إنه الجعفي رضوان الله تعالى عليه عن جابر قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه يا جابر يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن ظهرا هذا الحديث في مستوى البناء اللفظي هذا الحديث في مستوى البناء اللفظي وليس الكلام عن الذي جاء مذكورا في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة الزخرف حينما كان الحديث عن أم الكتاب وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وإنما الحديث عن البناء اللفظي الذي جاء في هذه الآية إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم لعلكم تعقلون الكلام عن البناء اللفظي عن ظاهر المصحف وظاهر المصحف حينما نخوض في دائرة تأويله فهناك فهناك الظواهر وهناك البواطن يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن ظهرا ثم قال يا جابر وليس شيء وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه إن الآية لتنزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه فتارة يستخرج المعنى من قانون وحدة السياق في الآية وتارة يستخرج المعنى من قانون عدم وجود وحدة في السياق تلك حقائق القرآن وآفاق القرآن وحدود القرآن ومطالع القرآن ومجاري القرآن بحسب منهج بيعة الغدير وهذا هو الذي بينه لنا أئمتنا المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليس الكلام عن القرآن وتفسيره إنما جئت بهذه الرواية لأجل أن يتضح المقصود المصحف المصحف صورة صامتة عن الإمام المعصوم حديثنا عن الحسين فالمصحف صورة صامتة عن الحسين وهذا المصحف له ظاهر وله باطن له ظاهر لفظي وله باطن تكويني الباطن التكويني ليس لنا من طريق إليه لأنه مخزون في أم الكتاب الظاهر اللفظي هذا الظاهر اللفظي هو الذي جاء مذكوراً في هذه الآية من سورة الزخرف إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون يمكننا أن ننجح في التواصل معه ويمكن أن لا ننجح فهذا الظاهر إذا أردنا تأويله بحسب موازين منهج بيعة الغدير فإن له ظاهر وإن له باطن وباطنه يمتد إلى الكثير من المراتب ولكل باطن من بواطنه هناك ظاهر هذا هو الذي حدثنا عنه إمامنا الصادق عبر جابر الجعفي وأنا لا أريد أن أخوض في هذه القواعد التفسيرية إنما أريد أن أقرب لكم الفكرة من أننا عاجزون عن التواصل مع ظاهر الصورة الصامتة للكتاب الإلهي الناطق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة الشريف وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة السادسة والعشرين من كلام لأمير المؤمنين رقم بالرقم الثامنة عشر سيد الأوصياء يتحدث عن القرآن عن القرآن المصحف عن الصورة الصامتة للكتاب الإلهي وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق الكلام هنا عن الصورة الصامتة وعن الجانب اللفظي من هذه الصورة وإن القرآن ظاهره أنيق هناك هندسة هناك أناقة هناك حكمة هناك حكمة في هذا البناء اللفظي هندسة وأناقة وجمال وحلاوة وطلاوة وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق ثم يقول سيد الأوصية لا تفنى عجائب ولا تنقض غرائب ولا تكشف الظلمات إلا به وكل الحديث عن الصورة اللفظية فقط من الصورة الصامتة للكتاب الإلهي أما الصورة الناطقة للكتاب الإلهي محمد وآل محمد حسين والحديث هنا عن حسين صلوات الله وسلامه عليه وماذا يقول أمير المؤمنين في مقام آخر في خطبة من خطبه وهي الخطبة الثامنة والخمسون بعد المئة بحسب تسلسل الخطب في هذه الطبعة في الصفحة الثامنة والخمسون بعد المئة والخطبة الثامنة والخمسون بعد المئة أمير المؤمنين يحدثنا عن القرآن ذلك القرآن إنه المصحف ذلك القرآن فاستنطقوه حاولوا أن تتواصلوا معه إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون حاولوا حتى لو حاولنا لن نستطيع أن نتواصل معه هناك طريق واحد يكون طريقا ناجحا للتواصل معه وهذا ما يبينه لنا أمير المؤمنين ذلك القرآن فاستنطقوه ولين ينطق لن ينطق لن تستطيع أن تتواصلوا معه انظروا إلى خيبة مراجع النجف وكربلاء وهم يكتبون تفاسيرهم على هذا الأساس أنهم يستنطقون الآيات أية خيبة هذه أية خيبة وأي ضلال هذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لنا لن ينطق لن ينطق مستحيل أن تستطيعوا استنطاقه إذا ما استنطقتموه واستشعرتم أنه نطق فذلك الشيطان ذلك الشيطان لأن الأمير يقول لنا لن ينطق أبدا مستحيل ذلك القرآن فاستنطقوه ولين ينطق إذن ماذا نفعل يا أمير الأمر هو الذي يقول ولكن ولكن أخبركم عنه هذا هو طريق التواصل مع صورة الكتاب الإلهي الصامت وفي ظاهرها اللفظ لا في باطنها التكويني في ظاهرها اللفظ إنا جعلناه قرآنا عربي لعلكم تعقلون إذا ما اتبعتم هذا السبيل فإنكم ستعقلون ولكن إذا أردتم أن تستنطقوه بأنفسكم فإنكم لن تعقلون هذا يعني أن العقول مختلة فهل تتوقعون من عقول مراجعكم المختلة أنها تنتج لكم نتاجا سليما هذا هو منطق أمير المؤمنين ذلك القرآن فاستنطقوه ولي ينطق لن ينطق ولكن ولكن أخبركم عنه المخبر عنه علي ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء أدائكم ونظم ما بينكم ونحن خسرنا كل هذا حينما تركنا منهج الغدير في تفسير قرآنهم وذهبنا نفسر القرآن بحسب المنهج العمري فتفسير مراجع الشيعة طرّا دون استثناء من الأموات أو من الأحياء تفسيرهم وفقا للمنهج العمري وهي تتناقض تناقضا تاما بدرجة مئة بالمئة مع المنهج العلوي في تفسير الكتاب الكريم وماذا يقول سيد الأوصياء أيضا من كلام له رقم بالرقم الخامس والعشرين بعد المئة في صفحة التاسعة والعشرين بعد المئة سيد الأوصياء يقول هذا القرآن إنه يتحدث عن المصحف في بعده اللفظي الظاهري وليس في بعده التكويني فلا طريق لنا إلى الجهة التكوينية إلى أم الكتاب وإنما طريقنا إلى المصحف إلى المكتوب ما بين الدفتين هذا القرآن هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين وليس الكلام عن القرآن التكويني الذي هو صورة باطنة لهذا القرآن التدويني وكل ذلك كل ذلك من تجليات الكتاب الإلهي الصامت الكتاب الإلهي الصامت محمد وآل محمد صلوات الله عليه هذا القرآن إنما هو خط مستور مستور بين الدفتين مستور سترت المعاني فيه سترت هذه المعاني لا بد من جهة تقوم برفع الستر عن هذه المعاني لا ينطق بلسان يؤكد المعنى مرة أخرى هذا هو منهج الغدير وهو يتنافر مع منهج المراجع الأغبياء الثولان في النجف وكربلاء من الأموات والأحياء ومن القادمين في طريق الخذلان وطريق الضلال إنهم يعيشون في ليلهم ونهارهم بهذا الهم ينتظرون اللحظة التي يموت فيها السستاني كي تبدأ مرحلة جديدة من تهارش الكلاب على الجيف فإنهم يتهارشون على المرجعية دائما تهارش الكلاب على الجيف مثل ما قالها المرجع الكبير أشى المغاني لعنة الله عليه هو الذي قال والذي نقل الكلام عنه الطوس في كتابه الغيبة يقول كنا نتهارش عليها على الزعامة الدينية تهارش الكلاب على الجيف هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولابد له من ترجمان من هم تراجمة الوحي نحن نسلم عليهم في زياراتهم صلوات الله عليهم من أنهم تراجمة الوحي التراجمة محمد وآل محمد فقط الأئمة المعصومون الأربعة عشر أئمة الأئمة الثلاثة محمد وعلي وفاطمة والأئمة من ولد فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هؤلاء هم تراجمة القرآن تراجمة الوحي فقط وفقط وفقط وسورة أهل عمران تشهد بهذا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ومن هم الراسخون في العلم هؤلاء هم التراجمة هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان وإنما ينطق عنه الرجال محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل أعتقد أن الفكرة صارت بينة وواضحة فنحن لا نستطيع أن ندرك باطنهم لا نستطيع أن ندرك باطن الحسين وفي الوقت نفسه لا نستطيع أن ندرك ظاهر الحسين وأنا أتحدث عن الكتاب الإلهي الناطق إذا كنا عاجزين عن إدراك ظاهر الكتاب الإلهي الصامت إلا من خلالهم إلا من خلالهم فما بالكم ونحن نتحدث عن الكتاب الإلهي الناطق إننا لا ندرك شيئا لا من باطن الحسين ولا من ظاهره قد يقول قائل إذن ما معنى أن يزور الزائر وأن يكون عارفا بحق الحسين ما هي هذه هي المعرفة المعرفة هي هذه معرفتنا بهم عجزنا عن معرفته هذه هي معرفتنا بهم عجزنا عن معرفتهم لكن العجز لا بد أن يكون مبنيا على علم على معرفة على وضوح صورة لا أن يكون كلاما إنشائيا يردده المرددون على ألسنتهم لا بد أن يكون العجز عن معرفتهم ناشئا من معرفة واسعة وعميقة جدا أقرأ هذا النص عليكم من الكاف الشريف للكلين من الجزء الأول وهذه طبعة 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 دار الأسوة طهران إيران في صفحة الخامسة والعشرين بعد المائتين حديث مروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه حديث طويل وهو الحديث الأول في بابه إمامنا الرضا هكذا يقول فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره أيّة خيبة أيّة خيبة وقعت فيها هذه الأمة وهي تختار الأئمة بحسب برنامج السقيفة بن ساعد أيّة خيبة وقعت فيها هذه الأمة وأيّة لعنة حلّت بها لقد لعنت نفسها بنفسها فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيّهات 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 ضلّت العقول وتاهّت الحلوم وحارّت الألباء وخسئة العيون وتصاغرت العظماء وتحيّرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهّلت الألباء وكلّة الشعراء وعجزة الأدباء وعيّت البلغاء عن أيّ شيء عن وصف شأن من شأنه لا نعرف شيئاً لا من باطنه ولا من ظاهره وصف شأن من شأنه هذا أمر يرتبط بظاهره وليس بباطنه تدبروا في هذه الكلمة تدبروا فيها هؤلاء هم أئمتنا لا شأن لكم بهراء أولئك الأعراب إنهم أعراب سقيفة بني ساعدة ولا شأن لكم بأولئك الثولان إنهم ثولان سقيفة بني طهسي فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات 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 ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخشئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله إمامنا الرضا هو الذي يقول لست أنا وكيف يوصف الحسين وكيف يوصف بقية الله وكيف يوصف بكله أو يُنْعَتُ بكله الإشارة هنا إلى باطنه مثلما مرت الإشارة إلى ظاهره عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير هذا في ظاهره أما في باطنه وكيف يوصف بكله أو يُنْعَتُ بكله أو يُفْهَمُ شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويُغْنِي غِنَاه لا كيف وأن هذه كلمات إمامنا الرضا وكيف يوصف بكله أو يُنْعَتُ بكله أو يُفْهَمُ شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويُغْنِي غِنَاه لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا هذا حسين الذي نتحدث عنه فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله أتظنون هذا كلام الرضا أيضا هو الذي يسائلنا يسائل هذه الأمة الغبية أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله ويستمر الحديث يستمر إمامنا الرضا يقول ويقول ويقول الأمر واضح الأمر واضح لا يحتاج إلى بحث طويل نحن عاجزون عن إدراك ظاهر الحسين وحاجزون عن إدراك باطن الحسين وكل جهة لها شؤونها المقامات الظاهرية لها شؤونها والمقامات الباطنية لها شؤونها وعجزنا عن إدراك المقامات الظاهرية هو غير عجزنا عن إدراك المقامات الباطنية هو عجز في آخر الأمر لكن العجز له حيثيات وله شؤون أيضا بحسب كل إنسان وبحسب مراتب العقول والإدراك من الآخر من الآخر من الآخر إذا كنا إذا كنا نبحث في هذا العنوان أن زائر الحسين يزور الحسين وهو عارف بحقه المعرفة تبدأ من هنا من عجزنا عن معرفته لكن الكلام هذا ليس إنشائيا لابد أن يصدر عن علم مثل ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله نصف العلم قول لا أعلم نصف العلم قول لا أعلم لا أعلم هذه التي تصدر عن عالم موسوعي عن عالم قد حقق ودقق في كل شؤونه العلمية وبعد أن توسع علمه واتسع طلاعه ودقق وتقص وتحقق من كل المعارف وصل إلى هذه النتيجة فقال لا أعلم وغاية الإدراك أن أدري بأني لست أدري لست أدري وغاية الإدراك هي هذه أنني أقر بعقلي وقلبي ووجداني وضميري بأنني لست أدري لست أدري عن تحقيق وعن تطقيق لا أن يسأل جاهل لا يعلم شيئا فيقول لا أعلم يقال لهذا نصف العلم قد يصدق هذا الكلام من جهة أخلاقية باعتبار أن المسؤول لم يدعي العلم وإنما نطق صادقا فقال إني لا أعلم هذا وجه من الوجوه الظاهرة من هذا الحديث لكنني لا أتحدث عنها هنا إنما أتحدث عن أفق عميق في هذه الكلمة نصف العلم قول لا أعلم على أي حال على أي حال معرفتنا بحق الحسين تبدأ من هنا من عجزنا عن معرفته نحن لا نستطيع أن ندرك ظاهره وفي الوقت نفسه نحن لا نستطيع أن ندرك باطنه مع أننا نعتقد من أن جمال الله تجلى في وجود الحسين صلوات الله وسلامه عليه بأجمل النشآت إنه أجمل الجمال أجمل الجمال اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله هذا جمالهم جمال المخلوق جمال الله الذي تجلى في المخلوق ولذا كان على مراتب فجمال الله الذهتي لن يكون على مراتب المراتب في جمال المخلوقين وأجمل جمال الله تجلى في محمد وآل محمد اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وهذا المضمون ظهر جليا في حسين صلوات الله وسلامه عليه لأن الحديث لأن الحديث عن حسين وما هو ببعيد عن الأذهان فإن اللفظة هذه حسين هذه اللفظة تعني الجمال والجمال 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 وفوق كل هذا الجمال يأتي الجمال أيضا كلمة حسين تعطي هذا المعنى فنحن عاجزون عن إدراك ظاهره وعاجزون عن إدراك باطنه ولكن ولكن بتعليمهم بتعريفهم بتوفيقهم لنا نستطيع أن نتلمس آثار مقاماتهم الظاهرية بتعليمهم وتعريفهم وهدايتهم وتوفيقهم نستطيع أن نتلمس آثار مقاماتهم الظاهرية حديثنا عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يمكننا أن نتلمس بعض آثاره الشريفة من آثار الحسين من آثار مقاماته الظاهرية وليست الباطنية في المقامات الباطنية فلا يمكن أن يصل الأذى لحسين وإنما في المقامات الظاهرية يصل الأذى لحسين أتحدث عن الأذى الترابي في المقامات الباطنية لحسين لا يوجد شيء اسمه ألم في المقامات الظاهرية فإن الألم يمازج حسين حسين صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الذي جرى في عاشراء من آثار مقاماته الظاهرية مشروعه العاشراء يمكننا أن نتلمس أثر الحسين في مشروعه العاشراء والمشروع العاشراء هو أيضا له ظاهر وباطن كل شيء في هذا الوجود له ظاهر وباطن الأشياء المادية المحسوسة لها ظاهر محسوس وباطن محسوس والأشياء المعنوية لها ظاهر معنوي ولها باطن معنوي والأشياء الغيبية كذلك لها ظاهر غيبي ولها باطن غيبي ما من شيء إلا وله ظاهر وباطن كل المخلوقات ينطبق عليها هذا القانون المشروع العاشرائي له ظاهر وباطن أيضا باطن المشروع العاشرائي الرجعة العظيمة لا نستطيع أن ندرك أبعادها العميقة إلا إذا كنا في ذلك العصر ونحن في زمان الغيبة ندرك ما ندرك بحسب ما حدثونا فباطن فباطن المشروع العاشرائي الرجعة العظيمة والرجعة العظيمة تترقى في مراتبها حتى تصل إلى جنة الدنيا إلى الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة قد يقول قائل وعصر الظهور المهدوي إنه جزء من ظاهر المشروع العاشرائي الظهور المهدوي مقدمة مقدمة للرجعة العظيمة المشروع العاشرائي له ظاهر وله باطن باطنه الرجعة العظيمة في الدعاء المروي عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم والذي يقرأ في اليوم الثالث من شهر شعبان في مولد سيد الشهداء الذي أوله اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم إنه إنه الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يقول الدعاء قتيل العبر من هو من هو إنه الحسين صلوات الله وسلامه عليه إنه قتيل العبرات هكذا نعرفه رسول الله صلى الله عليه وآله عرفنا بحسين من أنه قتيل العبرات إنه قتيل العبرة من مراد من ذلك ما ذكره مؤمن إلا واستعبر يا حسين ما ذكره مؤمن إلا واستعبر قتيل العبر وسيد الأسرة إنها أسرة محمد صلى الله عليه وآله قتيل العبر وسيد الأسرة الممدود بالنصرة بالنصرة المحسوسة متى يوم الكرة إنه اليوم الثاني من أيام الله فأيام الله ثلاثة اليوم الأول يوم القائم يوم قائم آل محمد وهو داخل في الجزء الظاهري من المشروع العاشرائي أما اليوم الثاني وهو يوم الرجعة يوم الرجعة العظيم يوم الكرة هذا داخل في الوجه الباطني للمشروع العاشرائي قتيل العبر وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة المعوض عن قتله المعوض عن قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته بعد قائمهم وغيبته إنها الرجعة العظيمة لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الكلمات أعيدكم إذا كنت موفقا لذلك أعيدكم أن أفتح عبر هذه الشاشة فانورام للرجعة العظيمة مثلما فتحت عبر هذه الشاشة فانورام للظهور المهدوي أعيدكم إذا كنت موفقا وجرت الأمور بأسبابها أن أفتح لكم فانورام للرجعة العظيمة كي تطلعوا على جانب من أسرارها من الأسرار التي وصلت إلينا عبر أحاديثهم ورواياتهم وأدعيتهم وزياراتهم الشريفة نذهب إلى فاصل هذا الذي مر قبل الفاصل هو هو ما كان مرتبطا بباطن المشروع العاشرائي أما ما يرتبط بظاهر المشروع العاشرائي فإننا نستطيع أن نتلمسه من خلال أهداف هذا المشروع المشاريع الستراتيجية الحياتية التأريخية قولوا ما تشاءون المشاريع الجبارة العظيمة تتعدد أهدافها هناك أهداف قريبة وهناك أهداف متوسطة وهناك أهداف بعيدة إنني أتحدث عن الأهداف الرئيسة للمشاريع الستراتيجية العظيمة الكبيرة قطعا هناك الكثير من الأهداف الصغيرة التي تتحقق عبر الزمن لكن النظر لا يسلط عليها لأن الأهداف الكبيرة هي التي تأخذ بمجامع النظر وبمجامع الاهتمام وبعيدا عن التوغل في مثل هذه المقدمة أذهب إلى المشروع العشراء هدفه القريب ما هو الهدف القريب والذي تحقق وتحقق فعلا الهدف القريب عشراء وضعت خطا فاصلا خطا فاصلا فيما بين آل محمد وآل السقيفة كثيرون من الباحثين من المستشرقين وغيرهم يعدون أن بداية التشيع بعد واقعة عاشوراء لأنهم يلمحون الكثير من الأمور في تأريخ المسلمين هم يستنتجون من تلك المطالب أن التشيع بدأ بعد عاشوراء هذا الكلام ليس دقيقا التشيع هو الإسلام والإسلام هو التشيع ولا يوجد فارق بين الاثنين بحسب ثقافة العترة الطاهرة أعراب سقيفة بن ساعد يعترضون أخبياء سقيفة بن طوسي لهم رأي آخر هم أحرار ونحن أحرار في ديننا وعقيدتنا لهم دينهم ولنا ديننا التشيع بدأ مع الثانية التي بدأت بها بعثة محمد صلى الله عليه وآله لأن الإسلام يساوي التشيع أتحدث عن التشيع لمحمد وآل محمد لا أتحدث عن التشيع للمراجع الطوسيين الأغبياء في النجف وكربلة هذا تشيع طوسي وسخ أنني أتحدث عن التشيع النظيف الطاهر المطهر لمحمد وآل محمد فقط وفقط وفقط إنه تشيع بيعة الغدير بتمام معناها وبكل شرائطها وعهودها ومواثيقها الكاملة لا تلك التي يلقلق بها الأغبياء السفهاء التافهون من مراجع الحوزة الطوسية القذرة في النجف وكربلة لا شأن لي به الحديث في أجواء محمد وآل محمد على أي حال لا أريد أن أخوض كثيرا في هذه التفاصيل الهدف القريب للمشروع العاشرائي الحسين صلوات الله وسلامه عليه وضع حدا فاصلا وذلك عبر فضح السقيفة بني ساعد فكان صوت الحسين يلعلع ولا زال ملعلعا الأحرار يسمعونه الأحرار يسمعونه الثولان والأغبياء وأبناء الزوان والمأبون لا يسمعونه لا يسمعونه الأحرار يسمعونه أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب هذا هو نداء عاشراء الحسين فضح السقيفة الملعونة السقيفة بني ساعد ووضع خطا فاصلا بين جهة يقال لها آل محمد وبين جهة أخرى يقال لها آل السقيفة آل أي شيء آل أبي سفيان آل السقيفة إنها الشجرة الملعونة الحسين في هدفه القريب شخص ما بين الشجرتين هناك الشجرة الطيبة وهناك الشجرة الخبيثة هذه مباركة وهي الطيبة وتلك ملعونة وهي الخبيثة هناك الشجرة الطاهرة المطهرة التي عنوانها حسين 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 مصباح هدى وسفينة نجاة وروحها روحها روحها علي روحها علي المشروع العاشرائي في هدفه القريب وضع مائزا 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 مشخصا وبدقة ما بين الشجرتين ما بين الشجرة الملعونة التي زرعوها حينما كتبوا الصحيفة ولذا فإن إمامنا الصادق يقول وهو يردد كلام رسول الله ورسول الله يردد كلام الله إذا كتب الكتاب قتل الحسين وقد كتب الكتاب وقد قتل الحسين إذا كتب الكتاب قتل الحسين زرعوها في ذلك اليوم ونمت نمت الشجرة الملعونة نمت في سقيفة بن ساعد وانتشرت أغصانها اللعينة فظهرت في بني أمية وبني العباس وسائر الطغاة أما الشجرة المباركة إنها شجرة الله شجرة آل الله ثمرتها المونقة ونورها المشرق إمام زماننا بقية الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه الهدف القريب للمشروع العاشرائي فضح السقيفة اللعناء فضح السقيفة بني ساعد حينما وضع الحسين خطا خطه بدمه 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 الطاهر فوضع ما إذن يميز كما تميز الشمس الليل من النهار دم الحسين ميز ما بين آل محمد وآل السقيفة الملعونة هذا هو الهدف القريب للمشروع العاشرائي وقد تحقق فعلا تحقق فعلا ولم يستطع أحد ولم يستطع أحد أن يزيل أن يزيل آثار تحقق هذا الهدف منذ عاشراء وإلى هذه اللحظة وسيبقى تحقق هذا الهدف واضحا وعمليا إلى يوم الظهور الهدف الهدف المتوسط هدف المشروع العاشرائي الوسيط المحافظة على منهج وصية رسول الله وصية رسول الله أن نتمسك بالكتاب والعترة دم الحسين في عاشراء هو الذي جعل هذا المنهج مستمرا من بعده في ولده السجاد وهكذا في الأئمة إلى يومنا هذا فكل الذي قام به الأئمة بعد سفك دم الحسين أن حافظوا على حرارته كل الأئمة حافظوا على حرارة ذلك الدم وحافظوا على غليانه وحافظوا على طاقته المستديمة التي تبعث الحياة في منهج الكتاب والعترة ولا زال يتجدد يوما بعد يوم في قلوب المخلصين ولو لم يكن الأمر هكذا لما كنا نتحدث بهذا الحديث ولما كنتم تشاهدون هذه القناة هذه آثار من آثار الطاقة التي يبعثها ذلك المحرك العاشراء ذلك المحرك العملاق الذي يبعث الطاقة ويحركها عبرا قرون عبرا القرون إنه المحرك الحسيني العجيب العملاق الذي لا زال إلى هذه اللحظة يمتلك القدرة الغريبة على أن يجعل القلوب من قلوب الأصدقاء وحتى من قلوب الغرباء إنه يجعل القلوب تنماث مياه في فنائه وفي ساحة ذكره هل هو ساحر هل هو مبدع خلاق تتلاشى الكلمات تتلاشى الكلمات على أي حال لست بصدد أن أدبج الكلام فالحسين في غنى عن تدبيج الكلام ليقل القائل حسين وكفى حسين وكفى هذه الحروف هي التي تمدح نفسها بنفسها وهي التي تبدع غاية الإبداع في إظهار جمالها لا حاجة لي ولا لغيري ولا حاجة لكلامي ولا لكلامي غيري حسين نور متوهج لا يحتاج إلى المديح ولا يحتاج إلى الثناء من أمثالنا هذا هو الهدف الثاني من أهداف المشروع العاشرائي الهدف الوسيط الهدف القريب وقد تحقق ولا زال متحققا برغم كل الآناف كم حاولوا كم حاولوا كم حاولوا أن يغطوا على أهداف المشروع العاشرائي لا تستمعوا إلى هؤلاء الأغبياء الذين يقولون لكم من أن الأمة تهتدت من بعد مقتل الحسين المشروع الحسيني له أهداف في شأنه الظاهري وأنا أحدثكم هنا عن شأنه الظاهري عن صفحته الظاهرية الهدف الأول تحقق لقد فضح السقيفة بني ساعد وصار مستحيلا أن يلتقي خط آل محمد مع خط آل السقيفة صار مستحيلا لو لا عاشراء لاختلطت الأمور عاشراء هي التي وضعت خطا فاصلا سيدها سيدها فنانها فنانها مبدعها فارس فرسانها وقائدها الأعظم هو الذي وضع هذا المائز العجيب تحقق تحقق الهدف الأول وهو الهدف القريب وتحقق الهدف الثاني ولا زال متدفقا في آثاره استمرارية منهج الكتاب والعترة إلى هذه اللحظة وهذا الذي نحن فيه هو من آثار تحقق الهدف الوسيط لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه الموضوعات فأنا لا أملك وقتا طويلا الوقت محدود الهدف الأول تحقق وهو الهدف القريب والهدف الثاني تحقق أيضا وهو الهدف الوسيط أما الهدف الثالث الهدف الثالث تحقيق المشروع المهدوي الأعظم عبر صناعة الحاضنة الحسينية والتي صنعت منذ يوم عاشراء ولازالت موجودة فيما بيننا هذه الحاضنة الحسينية التي أججها بقية الله بعد سقوط النظام البعثي أججها أججها بنحو واضح في زيارة الأربعين هذه الحاضنة الحسينية تتحرك على طول الزمان قد تضعف في بعض الأحيان بسبب الشيعة وقد تلطخ بالأوساخ الشيعية لكن الحياة تبقى فيها متدفقة هذه الحاضنة الحسينية هي في حالة استمرار وفي حالة تمهيد بحسب ما تكون الشيعة عليه إنه تمهيد للمشروع المهدوي الطاقة التي تحرك المشروع المهدوي إن كان هذا في زمان الغيبة أو كان هذا في زمان الظهور الطاقة حسينية الطاقة حسينية المشروع المهدوي لا تحركه إلا نوعية واحدة من الطاقة إنها الطاقة الحسينية العجيبة هذا الهدف لا زال يتحرك باتجاه يوم الخلاص وحتى لو جاء يوم الخلاص فإن الشعار الذي يبعث الحماسة في كل القوة المهدوية يا لثارات الحسين يا لثارات الحسين الحسين يبقى عنوان الحياة لهذا الدين لدين العترة الطاهرة لا أتحدث عن دين المراجع وخطباء المنبر الثولان لا أتحدث عن دين هؤلاء أنني أتحدث عن دين قائم آل محمد بثقافته الزهرائية الجميلة بثقافته الزهرائية الدقيقة بعمق معانيه وأناقة مضامينه أتحدث عن هذا الدين الذي لا يشرق إلا من خلال قرآنهم المفسر بتفسيرهم العلوي فقط وفقط ولا تكون أنواره بازغة مشعة إلا من خلال معارف أحاديثهم وكلماتهم التي لا تفهم إلا عبر قواعد تفهيمهم فقط وفقط هذا هو دين قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل خلاصة القول معرفتنا بحق الحسين تبدأ من هذه النقطة من عجزنا عن معرفته إن لا نملك طريقا إلى معرفة باطن الحسين ولا إلى معرفة ظاهر الحسين بإمكاننا أن نتلمس آثار المقامات الظاهرية لحسين وآل حسين من هذه الشؤون الظاهرية المشروع العشراء وهو أيضا له ظاهر وباطن أما باطنه فالرجعة العظيمة وأما ظاهره يمكننا أن نتواصل معه عبر معرفتنا بأهداف هذا المشروع وهذا المشروع العظيم له هدف قريب وهدف وسيط وهدف بعيد الهدف القريب فضح سقيفة بني ساعد ووضع مائز بين الشجرة المباركة التي هي شجرة آل محمد وبين الشجرة الملعونة التي هي شجرة آل السقيفة هذا الهدف القريب تحقق ولا زال متحققا والهدف الوسيط استمرارية منهج الكتاب والعترة عبر الأئمة الأطهار ولا زال هذا المنهج موجودا لا أتحدث عن العمائم العباسية الطوسية أولئك لا علاقة لهم بمنهج الكتاب والعترة إنما آثار هذا المنهج واضحة عبر هذه القناة وربما تجدون أماكن أخرى لكنني متأكد من أن آثار هذا المنهج تتجلى عبر هذه القناة وبإمكانكم أن تتأكدوا من ذلك بأنفسكم فأنا لا أضحك عليكم هنا احترموا عقولكم وتأكدوا من هذا الذي أدعيه وأقوله هذا الهدف الوسيط استمرارية منهج الكتاب والعترة أما الهدف البعيد الهدف البعيد المشروع المهدوي الأعظم عبر التمهيد لهذا المشروع من خلال الحاضنة الحسينية وقت الحلقة انتهى والكلام لم ينتهي نلتقي غدا ان شاء الله تعالى على مودة فاطمة وآل فاطمة كي نكمل الحديث في شؤون زيارة الأربعين وعبر قراءة زهرائية بامتياز اللهم يا رب الحسين اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اش في صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام اسألكم دعاء جميعا في عمان الله اشتركوا في القناة